احنا كنا فين بالضبط وصلنا لحد فين ونقص لنا ايه احنا كنا فين احنا كنا قبل سنة 2014 كنا بنعالج 50 الف مريض سنويا في مصر بعلاج غالي جدا ومتعب جدا واثار الجانبية الشديدة جدا كانت حققنا الانترفيرون وكان المريض بياخد حققنا كل اسبوع لمدة سنة اه انترفيرون القديم ده بالنسبة الشفاء اهل من 50 الف اللي بنعالجهم اللي بيشفى منهم حوالين ال 20 الف و 30 الف ما بيروحش منهم الويروس وكان عندنا اصابات جديدة بين 100 و 170 الف مريض جديد كل سنة فكان فيروسي في ازدياد من سنة 2014 لما جاءت الادوية الجديدة والدولة تبنت علاج المواطنين على حساب الدولة فبقنا بنعالج يعني ابتدينا 200 الف واحد سنة 2015 وبعن 600 الف واحد سنة 2016 لغاية ما عالجنا تقريبا 2 و 2 من 10 مليون مواطن بنسبة شفاء 98% تمام فالأربع سنين اللي فاتوا شوفوا حوالي 2 مليون الخمستاشر السنة اللي قابليهم الشفاء فيهم ما كانش اكتر من 200 الف وكان فيه حوالي 4 سنين 2 مليون و 15 سنة 200 الف اللي تم شفاءهم من البعاك كل ده بالأدوية يعني فرق الدولة حديثة وفرق سهولة العلاج وفرق التحمل أو التكفه للدولة بالعلاج قبل كده كان العلاج غالي وكان الناس بتهرب من الحؤن لماذا بتبقى متعبة لحاجات تانية؟ كانت مناسبة لمجموعة قليلة قوي من المرضى يعني اللي كان عنده مرض متقدم في الكبد ما كانتش الحق ان تنفعله واللي عنده مرض بسيط في الكبد ما كانتش عارف انه عنده فيروس تمام وزي ما قلت حيث نسبة شفاء كانت قليلة قوي الأدوية الجديدة غيرت الكلام ده كله وبقت العلاج سهل وبلاش كل من عنده فيروس يتعالج ببلاش دكتور هل فيه يعني مثلا وقاية من هذا الفيروس قبل بس منطقة للفيروسات الأخرى ما فيش تطعيم للفيروس ما فيش تطعيم ما فيش تطعيم للفيروس الوقاية هي بتجنب العدوى وتجنب العدوى أحسن أحسن وسيلة لتجنب العدوى هي علاج المرضى كل من عالج مرضى أكتر بنقل لنسبة للعدوى أكتر إنه نستطعيتي طيب إنما ده ما يعنيش إن منع العدوى أو أسريب منع العدوى لازم تبقى على أعلى مستوى في مصر كلها في المستشفيات والعيادات فالدم الآمن الحؤن الآمنة يعني المفهود أن كل الحؤن تبقى حؤن استخدام مرة لا يمكن استخدامها اسمها حؤن زيتية التدمير أو أوتو ديستركتف نيدلز اللي هي ما تستخدمش غير مرة واحدة ولا يمكن استخدامها تاني الحؤنة بتبوز بعد استخدامها الأول مرة ده لازم يعمم في مصر كلها وزارة الصحة عاملة مصنع أو متبنية مصنع يبدأ يعمل الحؤن زيتية التدمير بس نأمل أن ده يعمم في كل الحؤن في مصر طبعا من أقمن الطرق يعني إنما المسح الشامل لو قدرنا نوصل لمعظم يعني تقريبا معظم المرضى ده هيخلي ما فيش عدوى جديدة في مصر في السنوات القادمة إن شاء الله طيب دكتور هنا بقى سؤالي عن الناس اللي كانت بتسأل عن حياتي